السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكوا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا باحسن صحة واحسن حال تقولولي ايه ده اقولكو ده جوع اخر الليل جوع اخر الليل دايما مودي نفده فعلا فعلا الجوع ده بيبقى كرسة ومشكلة وبالذات واحنا لسه خارجين من العيد وما جبتش اي طلبات زيادة شايفين عملت الفطاير الحلوة جدا جدا ده سهلة جدا جدا من غير خميرة من غير اي محسن غير معلقة بيكينج بودر فقط عملت من نص كيلو كمية ما شاء الله حلوة جدا حوالي 13 لقمة او 13 ساندويتش من الفطاير الحلوة جدا جدا دي ولا روح تسوق ولا جبت حشوات ولا عرفة اعمل ايه كل اللي كان عندي في التلاجة حوالي نص كيلو دي ومعايا طبعا معلقة سكر معلقة ملح ما عنديش لبن بودر استعملت لبن عادي معلقة كبيرة بيكينج بودر وكمان حطيت معلقة زعتر حلوة كده محترمة الزعتر بيدي ريحة حلوة طبعا وطعم حلوة جدا جدا للمعجنات اللي زي دي هي تعتبر زي عجينة البيضة بس في اختلافات بسيطة حطيت بيضة كان مجرد بس تعزيز للطعم وكيمة غذائية وبتدي طعم حلو للعجينة قلبت المكونات دي مع بعض لان اللبن عندي او الحليب كان سخر فلو ضفت الحليب على البيض ممكن يستوي مجرد بس وانا بقلب فانا قلبته دي بشوية في الدقيق وابتديت اضيف الحليب للامانة المكو اللي انا حطيته دو كان نص حليب ونص مية دافية او مية سخنة لان ما كانش عندي خميرة بالضبط المكو دو حطيته نص حليب سخن ونص مية دافية والنص كيلو اديته بس رشة بسيطة اللي لميت بيها العجينة يعني العجينة دي اتخدت نص كيلو ومعلقت دقيق كبيرة فقط لغير ومعلقتين تلاتة كده من الزيت في الآخر خالص لمينا بيهم العجينة زي ما انتوا شايفين بتلتة وتأجيني وتأجيني وتلتة وتحسي بقمة الانتعاش من العجينة اللي بيحب المعجنات بيحس براحة نفسية كبيرة جدا 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 وهو بيعجي زي ما انتوا شايفين دول معلقتين الزيت وكمان زي ما قلتلكم هحط رشة ايدي ايه اللي بس تخلي العجينة تسلت من ايدي او تسيب ايدي حتى ده كان بقيت الحاجة بتاعت العيد كان فايد من الكحك اللي عملته وابتديت احط الشيء الغريب العجيب السيليكون اللي بيتخل عدوة اللي مش بعرف امسكه وعجنت عليه بس كده عجنة خفيفة للمعجنات اللي معي او للفطاير اللي معي وحطتها تانية عملتها كده قرستها زي الرغيف البيتي وحطتها في البولة بتاعتي وحطت عليها كيس بلاستيك او لو عندك ستريتش بتغطيها كويس وتسيبيها بس ارتاح انا سبتها ترتاح لان انا مش حطالها خميرة ومش هتخمر بس بتدي الراحة دي بتديها مرونة وليونة تخليني اعرف قطعها شايفين العجينة بقت حلوة جدا مطة قوي لينا جدا معي مسحت بس الصينية دي بمسحة زيت بسيطة جدا جدا وبتديت اقرس عليها العجين لقم صغيرة عايز اقول لكم الدرجة بتاع المطبخ بيتفتح يهز الرنجلات الدرجة يتفتح يهز الرنجلات حاجة مطعبة جدا 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 الدرجة ده عامل حسابه انه مش هينفع غير لبراي بيعد فيه ويتأنتخ فيه انا بس مجرد ما خلصت الكمية كلها رجعت الاول واحدة كنت عاملها فردتها فردها سهل جدا جدا علشان مرتاحة مش بتمط معي مش بترجع تاني يعني قصدي بتتفرد ومش بترجع بتتفرد كويس قوي 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 وتفرديها بقى زي ما يعجبك دويا مسلسات مستطلاط اللي يعجبك اعملين وكل اللي لقيته في التلاجة ميكس الجبن وزاتون وفلفل الوان وعايز اقولكو كمان ما كانش فيه طماطم ولا فلفل اغضر اصرف نفسي وااكل الليال ولا سيبهم جعانين طبعا وااكل الليال وعايز اقولكو دي بتبقى اكلة لذيذة جدا 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 بالنسبة لهم وقمة الامتاع بقفل كويس على الساندويتش واضغط عليه اخرج منه الهواء الوقت ده كله اللي انا عملت فيه العاشة الخفيف ده كان حوالي بالزبط ساعة او ساعة ونص بالكتير يعني مش اكتر من كده اللي عطلني بس ان الجبن كانت في الفريزر فاستنتها بس لما تفق ولا اكتر ولا اقل العجينة نفسها ما اخدتش ساعة تريح وطبعا الفلفل قطعته والجبن بس هي اللي فكت وهخلص بس مقام الطاصة او الفترة اللي هسوي فيها الطاصة ديت هتاخد قد ايه هتاخد مثلا لو لقم كبيرة هتاخد اربع لقم لو لقم صغيرة زي ديت او متوسطة هتاخد تلاتة اصدي لو لقم كبيرة هتاخد تلاتة ولو لقم متوسطة هتاخد اربع او اتنين حتى يعني كنت الاول انا عملها قبل كده عندي في القناة وكانت اللقم بتاعتها كبيرة شوية فاخدت اتنين بس في الطاصة زي ما انتم شايفين الطاصة هنا ممكن تاخد اكتر كمان مسحت بس الطاصة كده بالزيت او اديتها معلقة زيت خفيفة علشان دي سوي فيها المعجنات دي حبة ما يبقاش فيه اي نسبة دهون خالص ادخليها الفرن بس عشان انا كنت مستعجلة ما استنتش ادخلها الفرن هي ما بتاخدش خمس دقايق بس على النار بسويها من الجنبين ومن التروف علشان تبقى كل العجينة مستوية وحلوة ما شاء الله زي ما قلتلكم طلعت كمية حلوة جدا 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 والولادي فرحوا بيها جدا جدا ياريت لو موجودة معي لحد دلوقتي تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وادفع علي الجرس عشان يوصلك كل جديد لو طبعا الفيديوهات بتعجبكم زي ما انتو شايفين انا بديها تسويتها كويس وما تعليش النار عليها اكيد اكيد المعجنات دي في المعجنات اللي في الفرن بتحب طبعا النار عالية علشان تستوي وتتنفخ وتعلى كده في الفرن لكن انا مش عاوزها تعلى انا عايزها تستوي كويس حبيت اسيبها على نار متوسطة وقاها كده من جوة ومن بر كده خلاص انا تقريبا استويت الصينية ديت او الطاصة دي اللي انا كنت احطاهم في الاول زي ما انتو شايفين بلفها كده علشان اسوي كمان الاطراف بتاعتها بديها بس زي ما قلتلكم معلقة الزيت علشان ما تتحرقش مني لونها حلو جدا 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 تسوياتها حلوة جدا جدا انا عملت الكمية كلها وفاد العجينة ديت وفاد كمية جبنة محترمة طبعا انتهست الفرصة واخدتها كلها لنفسي وزي ما انتو شايفين انا عملتها دايرة مقلوبة كده تعتبر فطيرة صغيرة بس ما شاء الله مليانة جبن وكان طعمها روعة احلى حاجة بقى في المعجنات دي انها تتاكل وهي سخنة طبعا بتقدمي معاها كل اللي متوفر عندك سواء بقى طماطم متقطعة سواء خضرة متقطعة كابوتش يعني او خاص فلفل متقطع مخللات شبسي بطاطس حتى محمرة كل اللي متوفر عندك في البيت ممكن تحطيه ويعمل وجبة متكملة جميلة جدا جدا ما شاء الله الفهنوشيفة طبعا على قلبهم لان هما كانوا مبسوطين جدا جدا ان هما اكلوها طبعا اللقمة اللي قدامكم اللي انا حطيتها دي دي اللقمة دي اللي عملها مروان ابني مروان مش بيحب الجبن الكتير بس بيحب الفلفل والزاتون وعملها كده طبعا ملهاش ملامح وملهاش شكل ولا منظر بس ما شاء الله حلوة طبعا وتسلم ايده وهو حب يساعدني عشان جعيني يعني مش اكتر هما طبعا كانوا عايزين اللي انا بطلعوا ياكلوه فانا قلت لهم لا يعني استنوا شوي عشان اصورهم كلهم مع بعض زي ما قلتلكو هي مش بتاخد خمس دقايق تسوية على النار كل سنة وانتو طيبين وطبعا قلولي بقى في الكومنتات قضيتوا العيد فين انا عايز اقولكو انا قضيت العيد في اجمل مكان في الكرة الارضية في السر بيتنا بصراحة يعني لا بجد يعني كان مكان مش قادر اقولكو العيد كله ما خرجناش فيه غير يوم واحد وبرضو يعني من بيت لبيت احنا هنا مش بنحب الخروج في الايد بس عشان الزحمة دي وجهة نظر طبعا رب الاسرة وما نقدرش نعارض او نعترض منعا لاي مشدات او مناوشات فاحنا رديين بالامر الواقع زي ما انتو شايفين دي اخر فطيرة بدل ما نتضرب ولا حاجة دي اخر فطيرة بسويها طبعا لنفسي ودايما دايما بحب في الحاجات دي انا باخد اخر حاجة عشان تبقى هي سخنة وبحبها كده وهي لسه طالعة سواء من الفرن بقى سواء من على النار بحب هي كده بقى دي بتاعتي انا المفضلة يعني وبكده نكون خلصنا اه الفطاير بتاعتنا اه انا عايز اقول لكم انا عادت مستنياه اه كان برا يعني وجاي ومستنياه يجيب شبسي وهو طالع لاني كسلت بقى حمر بطاطس شايفين الجمال شايفين الجبن لذيذة وزريفة ولطيفة ازاي زي ما قلتلكم لقمتين دول بتوع مروان ودي بتاعتي انا كان عندي اه مخللات فلفل وبصل وزتون ولمون طلعتهم ويا دوب لسه بحط الصينية ولقيت لقيته جيب الشبسي فطبعا فرحت قلبهم ولازي فرحوا جدا وانبسطوا جدا ويا ريت انتو كمان تجربوهم اه وتجربوا الطريقة ديت هتعجبكوا جدا 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 حتى لو من غير خميرة اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد سلام عليكم